بسم الله الرحمن الرحيم وطالبات الصف الخامس الآن سوف أعلم عليكم درس من دروس النحن الأول هو الفعل الفاعل تفكيراً وتميساً وهذا الدرس مراجع على ما سوق دراسه على ما سوق دراسه طبع أبدا المبدأ في هذا الدرس أحب أعرفه أن التغذف الفاعل الفاعل تابع الفاعل يعني تعلم الفاعل فلا بد أن يكون تعلم بكل الفاعل لكنك لا بد أن تعلم الجملة الفاعلية كما هي الجملة الفاعلية الذي تبدأ انتبناها على الجملة الفاعلية ببحث يعني Future يعني بجملة الفاعلية هو مدلة على حدث زائل ثمن وإما أن هذا الزمن ات hotel فهذا هو الفاعل الماضي وهذا هو الفاعل مدرح أو يكون الدراسه فهذا هو فاعل الصف هذا هو waste call act on. بعد كلا خال Hope علاكم بما ان همنا الفعالية اما هدتكون او صاعي.قول ما الفاعل هو الذي قام بالفعل. هو الذي عمل الفعل. هو الذي قام بالفعل او التشط به. اما قول حضر الوالد الى المن Index ما الذي يحضر الولد الولد هو الذي فعل. هو الذي فعل الفعل. هو الذي قام بالفعل هو الذي قام بالفعل. باكل كلا ال нашемوال به هو الذي هو عليه فعل المفقوق مننا المسؤول بيه حاليا. المخطوب مننا الفعل والفعل. الفعل والفعل. يبقى عرصنا الضغط للفعلية. ذلك عندنا استخرج الفعل في القومة الآلية وضيّن نوع. عايز مننا ان نستخرج الفعل في القومة الآلية وضيّن نوع. ولسا إلا في الوقت أن نوع الفعل. يا إما ماضي يا إما مضارع يا إما ماضي يا إما مضارع يا إما أم. أمور حضر الطالب إلى المدرسة. حضر الطالب إلى المدرسة. إذا نظرنا إلى الفعل حضراء فسوف مرى أن الزمن قد انتهى. فهذا هو الفعل الماضي. يشرق الولد اللبن. تبقى هنا حضر الطالب إلى المدرسة. الفعل هو حضراء. ونوعه هو فعل قاضي لأن اللبن قد انتهى. طيب اما اقول يشرب الولد اللبن يشرب هو فعل مضارع لأن الفعل لسه مستمر الولد لسه بيشرب الولد لسه بيشرب. اما اقول ابتذهب الى المدرسة تذهب كالو. ابتذهب هنا هي الفعل والفعل هنا مضارع. نعود ثانية للترس. مطابطة الفعل للفاعل تذكيرا وتغييسا. مطابطة الفعل للفاعل تذكيرا وتغييسا. تأمل معي الممثلة الآتية. لعبة احمد قرط القدم. لعبة هن قرط القدم. نجحت الطالب المجتهد. نجحت الطالبات المجتهد. فازت التلميذة بجانسة الطالبات النثالية. نادى البلد الشهادة. عالجة الطبيبة المرضى. يدافع الضابط عن ارضه. دافعت سلام عن حقها. دافعت سلام عن حقها. اذا تأملنا في هذه الامثلة نرى ان الفعل قد طابط الفاعل في التذكير والترميذ. ماشي. هل تقول لي يا بصدر يعني ايه مطابقة؟ هذه الكلمة صعبة. ما معنى مطابقة؟ بمعنى مماثلة. 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 أي أن الفعل مثل الفاعل في التذكير والفعل مثل الفاعل في التعييز. لو قلنا المسال لعبة هن. سنرى ان هذا المسال ان لعبة هن لم يكن هناك مطابقة. لم يكن هناك مشابهة. فالنسال خضر. فاللغة العربية هي لغة الفصاحة والبيان. اذا اردت ان تعرف ان تعرف جمال اللغة العربية فانطق اللغة العربية. فسترى انها متناسقة. فسترى انها متناسقة. فاذا نظرنا الى الامثلة الافية سنجد ان الفعل قد طبقر. يعني ايه طبقر? يعني قد ما فدت الفاعل في التذكير والتعييز. فاذا لو رحصنا العرب احمد فاحفل هنا مظهر. فالفاعل الماضي قد ايه? قد اه فاذا نظرنا الى الى النساء السالس نجح الطالب المكتهد. نجد ان الفاعل نجح قد ناسل الفاعل في التذكير. فالطالب مذكر. اذا الفاعل مذكر. يعني ايه الفاعل هنا مذكر? يعني خلال من تاعة التأنيس. لم تقتصد به تاعة التأنيس. نجح الطالبة المكتهد. الفاعل نجح الطالبة الفاعل هنا مؤنس. فلزلك جاء الفاعل مؤنس. يعني ايه الفاعل مؤنس? ايه انتصر به التاعة التأنيس. تب يعني ايه التاعة التأنيس منعرفها ازاي? هي تاعة ساكنة تضحق اخر الفاعل الماضي. تاعة ساكنة تضحق اخر الفاعل الماضي. تب بتتعب يا وسطر اقول لك لا يا حبيبي التاعة دي ما بتتعبش. التاعة دي لا محلة لها من الاعراب. هي جاء بس عشان تعرف دي ان الاسم اللي جايب بعدها مؤنس. جايب الفاعل المؤنس. ام قول فازت التميزة بجانبزة الطالبة المثالية. يبقى فازت التميزة انا مؤنس. فالفاعل مختلف بتاعة التأميس الساكنة. ما لن البلد الشهادة? يبقى هنا البرد هنا مضغر. فالفاعل خلاه تاعة التأميس. principio علاقة التطبيبة. فالطبيبة مؤنسة. الفاعل اكتصر به تاعة تأميس الساكنة. يدافع الطالب للضابط هنا مضغر فالفاعل يدافع لن تتصل على بداية التأميز، وإنما جاء في أوله ياء، وهذا ياء تدل على التسكير وليس التأميز. همقول ده فعل سلاحي الأسهلات هنا مؤنسة، فالفعل اتصل به تأميز الساكنة، فالفعل اتصل به تأميز الساكنة. نراحظ أن الأفعال الثالية التي تقرنات هي لعبة ولعبة ونجحة ونجحت وفازت، وفازت كل هذه الأفعال، أفعال ماضية، أي أن الحدث انتهى، الحدث انتهى، وبالتالي إذا أردنا تأميز الفعل الماضي، خطفنا إليه في آخر ساكنة، في آخرها تدل على أن الإسم أو الفعل مؤنس، ده الفعل الماضي، ده الفعل المضارع، الفعل المضارع، مثل تلعب في برقورة القدر، فليان يمنح الطالب المفتهد، تنجح الطالبة المفتهدة، تفوز التمييزة في بيائزة الطالبة المفهالية تعالي الطبيبة المرتضة، لو تأمينا في هذه الأمزلة، تلعب من برقورة القدر، سنجد أن الفعل التلعب تتصل به تا في أوله، تدل على التأميس، لا، في أوله، تدل على التأميس، طيب، إذا أردنا أن نبتل الفعل المضارع، نجعله يمنى إليه، لأننا نعرفين أن الحروف المضارع، والفعل المضارع هو الذي يدل على حدث مستمر، لسه بيحصل، لو ينتهي بعض إذن فعل الفعل المضارع، فالصحة مضير، الفعل المضارع المستمر، إما أن يكون بالتأ أو بالياء أو بالألف ونون، إنما إلي معنا، بالتأ والياء، بالتأ والياء، لأن الألف ونون، الفاعل يكون مبيراً بستدراً، فالفعل صاهدنا معنا، إما أن يكون الفعل المضارع بالياء بالتأ، إذا كان الفعل مؤنساً، وإما أن يكون بالياء بالياء، إذا كان الفعل مضطراً، فأقول تلعبتهم، قلوا تلعبتهم، فلو قلنا يلعبتهم، لكانت تقول خاطرة، خاطرة وغير صحيحة، فلابد أن يكون بالياء، إذا كان الفعل مؤنساً في الفعل المضارع، التدريبات على التدريبات، أقول اختار الإجابة الصحيحة، مجمع بين القوصان، اختار الإجابة الصحيحة، نقطة الفلاح الأرض، يزلع، أم تزلع، أم تزلع، أم تزلع؟ يبقى الفلاح الأرض، لو تأملنا في الفاعل، سنجد أن الفعل مظهر، سنجد أن الفعل مظهر، وذكرنا أن الفعل إذا كان مظهراً، فإن الفعل المضارع يبدأ بالياء، يبقى يزلع الفلاح الأرض، يزلع الفلاح الأرض، الطبيب المرضى، إذا تأملنا في المثال، فنجد أن الطبيب مذكر. أن الطبيب مذكر. وعرفنا أن الفعل الماضي الفعل الماضي. إذا جاء فاعله مذكرا فإنه لا يتتصل به ده. لا تتصل به ده في أوله ولا في آخره. يعالج الطبيب المرضى أو يعالج الطبيب المرضى. المعلمة الدابس. المعلمة الدابس. فعندنا المعلمة مؤنسة. المعلمة مؤنسة. فعندنا الاختيارات شرحت وشرحت ويشرح. يبقى عندنا عرفنا أن الفعل إذا جاء مؤنسة أن الفعل مؤنسة. وعرفنا أن الفعل الماضي يكون مؤنسة إذا اتصل به ده إلى التأميسة. شرحت المعلمة الدابسة. وبهذا نقول لنا ننتهينا من شرق مطابقة الفعل للفعل تذكيرا وتأميسا.